موسيقى نعقيد كفيدرالي ديمقراطية للشغل اللجنة التحذيرية للمؤتمر الوطني الخامس اللي هي في حق الأمر هي استئناف اشغال اللجنة التحذيرية بعد تخفيف الاجراءات وبعد امكانية بعض التجمعات المتوسطة وهذا الاجتماع يأتي في سياقات وطنية صعبة اولا هناك تدعية الجائحة على فرص الشغل وعلى وضعية العمال وجراء خاصة من القطاع الخاص ايضا الجفاف العمال دي القطاع الفلاحي كي عيشوا وضعية صعبة ايضا الاسعار لكتعرفها بلادنا واحد الالتهاب خطير لضمر القدرة الشرائية المأجورين والفئات الشعبية الدخل المحدود اذا هو مناسبة اليوم لنتحدث اولا على هذه السياقات الوطنية الصعبة وماذا يمكن الفيدرالية الديمقراطية الشغل ان تقوم به للحد من اطار هذه الافات سواء الوبائية او الاجتماعية او الطبيعية وكذلك نكبو على وضعنا التنظيمي في افوق عقد المؤتمر الوطني الخاميس بأليات جديدة بنخاب جديدة بتفكير يجمع هذه التحولات لشهدتها بلادنا وتكون في صاميم النقش ديالنا في المؤتمر ديالنا الخاميس لانه اليوم المجتمع بحاجة الى نقابة قادرة على طرح الاسئلة الحقيقية اليوم نتروح على المجتمع المغربي والبحث على الإجابات الحقيقية سواء في التنظيم او في النضال او في الاحتجاجات او في كل ما من شأنه ان يحصن الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة